اشتركوا في القناة وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر صفحته الرسمية يأسف الاتحاد الجزائري على التجاوزات والتصرفات الغريبة التي أصبحت تشهدها الندوات الصحفية للمدرب بالماضي والتي لا عملها علاقة لها بالإطار الرياضي وكرة القدم وأضاف عتبة الوقاحة تم تجاوزها هذه المرة بعد أن وصلت إلى التقاط صور شخصية للناخب الوطني المدرب وهو بصدد الاطلاع على هاتفه الشخصي خلال قرعة الشان وأكد بيان الاتحاد الجزائري أن المدرب بالماضي يحتفظ بالحق في المتابعة القضائية لمرتكب هذا النوع من الحوادث ممن يعتبرون ممثلين لوسائل الإعلام وختم علاوة على ذلك سيتم اتخاذ تدابير في المستقبل لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف المؤسفة مع الحفاظ على حق الجمهور الرياضي العام وأنصار الخضر في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المنتخب الوطني